اشتركوا في القناة الذي يضم خمسين شركة تقنية معلومات وأوضح سعادته أن حكومة البحرين تدعم تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات منوها إلى أن العالم كله يتحدث اليوم عن الاقتصاد الرقمي والمعرفة الرقمية مشيرا إلى أهمية البنية التحتية القوية لتقنية المعلومات والاتصالات في الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وأكد سعادته أهمية وجود شركات بحرينية صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في السوق البحريني جنبا إلى جنب مع استقطاب شركات تقنية أجنبية بهدف تعزيز قدرات الشركات البحرينية وفتح أفاق وأسواق جديدة أمامها وأشهد سعادة الوزير بدور جمعية البحرين لشركات التقنية بيتك في تنظيم معرض ميت آي سي تي ومؤتمر بايتكس للعام التاسع على التوالي وذلك بما يبرز الجهود الوطنية الرامية لتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف مؤسسات القطاع الخاص من جانبه أكد رئيس جمعية بيتك عبيدلي لعبيدلي أحرص جمعية بيتك على الشركة الفاعلة مع وزارة المواصلات والاتصالات ومختلف الشركاء من أجل وضع التوصيات التي سيخرج بها مؤتمر ميت آي سي تي ومعرض بايتكس موضع التنفيذ وبما يصهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول المؤثرة والرئيسية في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر